السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و أبو اليوم كذا فجأة نزلت السوفت فيير هذا وهو iOS 14.4.1 و نخشل عددات عام حول راح تشوفون هنا مثل ما نشوف 14.4.1 البلد نمر حقه 18D61 لو بننزل تحت المدن في الموين ما تغير إذا كنت على iOS 14.4 نفسه 14.4.1 المدن ما في شيء لحق الشبكة طيب الأشياء الثانية هل فيه تميزات لا لا تتوقع أن تكون فيه ميزات ليش؟ لأن الرقم الثالث تغير فلو تغير iOS 14.5 إلى 14.6 لكن 14.5.1 إلى 14.5.2 الرقم الثالث بعد النقطة ما فيه شيء جديد لكن فيه أشياء مهمة جدا فيه أشياء security فيه أشياء أنت ما تدري عنها يعني أشياء داخل اختراق مختراق لازم تعدلها فيه أشياء أحيانا مثلا مشاكل في البطارية مشاكل في الشاشة مشاكل في حرارة الجهاز كل الأشياء المشاكل ذي إذا كانت أبل تبي تعدلها وما تبي تنزل ميزات تنزلها في سوفتوير بالرقم الثالث تغيره بس يعني مثلا بعض أشخاص عندهم مشاكل في الحرارة عندهم مشاكل في البطارية عندهم مشاكل تسحيها الكاميرا ولا شيء وأبل هي على يوس 14.4 مثلا ما راح تنزلك 14.5 عشان بس تعدلك مشاكل لا تنزلك 14.4 و 20 مثل ما الآن موجود عندنا كذا هذا السوفتوير يعدل بعض المشاكل الحق لأشخاص الموجودين عندهم مشاكل مثلا طبعا في مشاكل أبل تكلمت عنها لكن مش ذي المشكلة بس التي تكلمت عنها أبل في مشاكل ثانية أبل ما تتكلم عنها 100% أول حاجة طبعا في نفس الوقت أبل يوم نزلت سوفتوير نزلت برضو هنا في تحديثات خريف في الأبستور لحق يوم المرأة مثل ما نشوف أبستور كله عن المرأة هنا لو بس يقل بونا بينك برضو يكون أفضل للأبستور المهم أبستور يوم المرأة بودكاست برضو لو تفتح برنامج البودكاست نشوف هنا للمرأة هنا في خيار جديد برضو أبل نزلت لحق الكيدز حلول البودكاست في section خاصة لحق الكيدز برضو برنامج البودكاست هذه الأشياء اللي سوتها أبل طبعا مش بحق السوفتير هذه الأشياء لأبستور والبودكاست لكن هذا الشيء جديد برضو لتكلمت في عين أو نزلت أبل اليوم طيب الأشياء الثاني المشي اللي عدلت أبل أبل عدلت الويب كيت أكثر شيء بحق السوفتير في سفاري مشاكل يعني أشياء اختراق مختراق لازم أن تتحدد حق السوفتير هذا السوفتير مهم إذا كنت على iOS 14 على طول حدد حق السوفتير هذا يعني ثالث رقم في أي تحديث ترى مهم جدا بالنسبة لي أنا إذا كنت تبي الخصية وتبي ثبات النظام أفضل شيء هو ثلاثة رقم التغيير يعني أنت ليش تبحث ميزات يعني تنتظر لـ iOS 14 2.5 على شو نزلك ميزات وتنتظر برضو يعدلون لك مشاكل ترى أوه هذا السوفتير أوه ذا الثيم لحق السوفتير هذا الرقم الثالث أوه لحق تصحي مشاكل حتى لو نزل مثلا 14.4 و 2 مثلا هذا بعد مشاكل تصحي فيها يثبت النظام استغرار أفضل بطارية أفضل سرعة استجابة أفضل كل شيء في الرقم الثالث هذا وبعض أشخاص يقول لك أوه حدثت الجهاز وانقصت نسبة البطارية لا نسبة الهلط حالة البطارية ما تنقص بسبب التحديث لا هو بسبب شنه أن الجهاز حقك وردي انقصت الأمر البطارية في الاستخدام مثلا أنا لو حين 88 ومثلا بعد يوم انقصت البطارية صارت مثلا 85 لكن ما تغيرت هنا في النسبة ليش لأن الجهاز ما شيك بعدها بيوم يومين نزل تحديث حدثت في وقت التحديث علامة أبل واللوغو والخط اللي تحت يحمل هذا في ذا الوقت الجهاز يشيك على البطارية ويشوف أوه قولك أوه انقصت البطارية خمسة ثوانية يلا خلنا نحدث حين نحط لخمسة ثوانية كذا فلا تتوقع أن من التحديث هو اللي ينقص الحد الأقصى للقدرة لا ردي نقص عندك لكن قبل ما تبي تحط سنسر 24 ساعة أو كل ثانيتين يحدث موش ساعة هي عشان تحدث كل فتر أو بطارية الجوال بطارية الجوال هي نسبة وتنقص والجهاز يشيك على طول والساعة هنا تتحرك وهنا برضو السنسر فما تبي تزيد هالشيات كلها علشان ما تأثر في استغرار البطارية والوقت اليومي حق استغرار البطارية بس تغريبا هذه كل حاجة لا تتوقعون في شي جريد ميزات لكن في بالنسبة لي هذه الأشياء اللي يتكون في الرقم الثالث هي أفضل من الميزات استغرار النظام ثبات فيروسات ما فيروسات كل أشياء ذي تسدها بالسوفتير هذا الحق بل يعني بعض الأشخاص يقول لك أوه يعني تقصد أنك الآيفون في فيروسات عادي كل جهاز في العالم في فيروسات لكن في شركة ما تهتم وفي شركة على طول تنزل تهديث في شركة مثل أبل تنزلك هذا التهديث وتسد عليك الثغرة لحق مشاكل وإحنا ما ندري عنها بعد شهر شهرين مثلا نكتشف أحيانا كذا مرة صارت بعد شهر شهرين نكتشف أن أبل صد الثغرة في ذاك النظام اللي منزلينا فيها اختراغ ولا شيء أبل سكراتها قبل ما تنكشف أما شركات ثانية لها تنكشف الثغرات وكل شيء وما تتكلم هذا الفرق هذا الشيء اللي يخلين أكثر أشخاص يستخدمون iOS أو منظمة تابر طبعا هذا السوفتير iOS 14.4.20 نزل حق iOS والآيباد OS برضو حطها لحق الآيباد وبرضو نزل حق الواتش OS إذا عندك واتش OS نزل 7.3.2 وبرضو إذا كان عندك ماك نزل 11.2.3 اللي هو Mac OS Big Sur فهذا كل أشياء أتمنى كل شخص على iOS 14 يحدد حق هذا السوفتير ضروري 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 وأنت بكيفك الجهاز عندك وفي أيديك والجهاز جهازك بس ففي نهاية الفيديو لا تنسونا اشترك بالغناء اشترك في حساب سناب شارت شارك في ضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا مفضل دعاكم والسلام عليكم